ما بين أسد وقصد تختلف المسميات وتتشابه الجرائم بحق المدنيين والتي كان آخرها تعذيب شاب اعتقلته الميليشيا في بلدة الكشمة بدير الزور بتهمة الانتماء لتنظيم داعش وهي الذريعة التي اتخذتها قصد وما تزال ذريعة في مناطق سيطرتها بهدف ترهيب المدنيين والتضييق عليهم لإجبارهم على الانضمام لصفوفها وإلا فإن التهجير والاعتقال هم المصير يؤكد الخارجون من سجون قصد تعرض المعتقلين للتعذيب في سجون الميليشيا للاعتراف أنهم خلايا لتنظيم داعش أو أنهم هاجموا قصد والتحالف الدولي ما يؤدي في كثير من الأحيان لوفاتهم في هذا السجن أو ذاك سيما وأن تلك الممارسات تتم في ظل غياب محاكمة عادلة ورقابة منظمات حقوق الإنسان لكن حتى إن كانت التهمة الانتماء لتنظيم داعش فدفعوا مبالغ مالية للميليشيا كفيل بإطلاق سراح حتى عناصر داعش أنفسهم التي تزعم قصد محاربتهم وهنا يحضر مكشفته مصادر محلية عن هروب عدد من قيادة التنظيم من أحد سجون قصد بعد دفعهم مبالغ مالية وتنتشر سجون ميليشيا قصد في العديد من مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا يعد سجن شيركو والشداد من أكثر سجون الميليشيا وحشية بالإضافة لوجود العديد من المعتقلات الصغيرة كسجن البصيرة والطيانة والجفرة والصور وحقل العمر